أهلاً ومرحباً بيكم في حلقة جيدة من سلسلة حلقات هاشتاج اسأل الدك النهاردة هنتكلم عن البطل الألماني غوبرت فرستمان من موليد 5 مارس سنة 1986 ألماني الجنسية وزنه 96 كيلو طوله متر 74 واحد من أكتر الناس المتفوقين في عالم الدرجات مع ميداليا برونزية أولمبية 2 بطولة عالم 4 بطولة أوروبا 9 بطولة ألمانيا يعني 9 مرات بطل ألمانيا 4 مرات بطل أوروبا مرتين بطل عالم ومرة حقز على الميداليا البرونزية السبب اللي أنا اتكلمت أو عايز اتكلم عنه النهاردة زي ما انتوا شايفين حجم الثاي أو الفاخدة بتاعتها ده واحد بتاع الدرجات ده مش لعيب كمان الأجسام ده مش باور ليفتر الثاي حجمها 74 سنتي اللي انتوا شايفينها قدامكم دي 74 سنتي يعني إنش أقل من في الهيث أو إنشين أو ثلاثة أقل من توم بلاتس تاني احنا بنتكلم عن واحد بيقود دراجة هواية بمينكلمش عن واحد لعيب باور ليفتنج من الأوزان اللي بيتمرن بيها سكوات وصل لغاية 650 باوند يعني حوالي أكتر من 310 أو 315 كيلو 250 كيلو و200 كيلو نسباله بيعمل عشر عداتها دي خالص جداً بس عنا عايزكم تتفرجوا كمان على التكنيك بتاعه وهو بيلعب يعني بينزل قد إيه؟ بينزل أكتر من 90 درجة وبيطلع هو حتى ألف أحد الحوارات التلفزيونية بتاعته إنه هو صغير اكتشف إن حجم رجليه أكبر من زملائه في نفس المرحلة العمرية فابتدى إنه هو يحس إنه هو جينياً عنده ميزة عن المنافسين وبتدى يركز عن الموضوع ده ابتدى ينمي العضلة اللي هي بتاعت الرجلين لما بيجي يتمرن، يتمرن مثلاً على الدراجة اللي هي الاندور سايكل زي ما احنا شايفين دلوقتي ده من ضمن التمرينات الكارديو اللي هو بيعملها كواحد ممارس محترف للدراجة الهوائية عايزكم بقى تركزوا في الدقيقتين 3 اللي جايين دولت علشان آدية هو دي بنسميها الفروج جامب زي الضفدع الناس اللي بتلعب عليها بقوة كانت بتعمل الكلام ده في المدرجات بتاعت الستاد أنا جات لي فترة كنت بعمل الكلام ده بس الحمد لله ربنا تابع عليها الراجل عنده طبعاً مشكلة زي معظم الناس اللي أوقات بيبقى جينياً رجلهم قوية جداً جداً إن مفيش تناسق ما بين النص الفؤاني والنص التحتاني يعني النص التحتاني عنده قوي جداً 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 هو ده طبعاً اللي بيحتاجه كقاء الدراجة هواقية محترف بس ما عندوش نفس الكتلة العضلية جينياً أو يمكن كمان هو مش بينميها زي ما احنا شايفين قدامنا ده النص الفؤاني بتاعه زي النص التحتاني الأرقام القياسية بتاعته بقى مرعبة علشان دلوقتي احنا حنتفرج مع بعض الرقم اللي هو حققه على عجلة سبتة في مكانها عايزكوا تتخيلوا السرعة اللي هو وصل لها يعني مثلاً ايه في ناس قالت خمسة وخمسين في ناس قالت ستين لا هو وصل على هذه الدراجة الهوائية الثابتة لسرعة تلاتة وسبين فاصل اتنين كيلومتر في الساعة عايزك تتخيل الفتنس لفل بتاعه عمل ازاي الرقة بتاعته عمل ازاي عضلات الرجلين بتاعته عمل ازاي ده حاجة افرقكوا بقى على حاجة اقوى بكتير من الكلام ده دي مسابقة كان احد الجمات كان عملها معروف جداً وحطيلكوا الفيديو بتاعت المسابقة دي جابوا خمس افراد والخمس افراد دولت في منهم باور ليفتر وفي منهم حمل لقب عالمي من اوكرانيا وبطل اوروبا وبطل المانيا واول واحد شايفينه على قدينة ده غبت فاستماير الدراج وادوا لكل واحد وزن وان ما يقلش عن حوالي مئة كيلو او تقريباً ما بين مية او مية وعشرة وقالوا لهم انتو هتعملوا سكوات لمدة خمس دايق بشرط ان يكون في استمرارية يعني انت ممكن انك انت تبطل في النص وتفضل يفضل البار على كتفك بس ما تنزلش بيل تحت يعني ما يقعش منك تفضل تتمرن تبطل هو على كتفك وتفضل تكمل كلهم ابطال باور ليفتر وسترونج مان وهو الوحيد اللي بيقولوا عليه سايكلست يعني بتاع درجات هواقية عارفين النتيجة انتهت لايه بعد خمس دايق البطل اللي هو العالمي اللي هو اصلا من اوكرانيا اللي بيشيل فوق 300 كيلو رو سكوات عمل 87 عدة روبرت فورستماير فورستمان فورستمان انا اسف عمل 72 عدة 72 عدة وبصوا ارقام الناس التانية عاملة ازاي مش بس كده في احدى الجماعات في السويد اعتقد او فنلندا حابت تعمل تجربة وتشوف الطاقة اللي بيولدها روبرت فورستمان برجله قد ايه عشان يبقى يشوفوا التجربة دي عاملة ازاي وصلوا العجلة اللي هو بيتمرن عليها بحيث انها تولد طاقة ويشوفوا ازا كان الطاقة دي تكفي انها تسوي عيش توست في توستر اكتشفوا ان هو قدر ان هو يولد اكتر من 700 واط 700 واط فعرف ان هو يعمل توست لشريحة عيش قدامكو كده مكتوب بيقولك انت محتاج واحد غوبت علشان تقدر انك انت تسوي شريحة توست وتطلع محمصة و180 روبرت عشان تقدر انك تبقى قوة دفع كافية لسيارة و43 ألف غوبت علشان تدي قوة دفع لطيارة عايزكوا تتخيلوا الارقام دي وتفكروا الراجل ده عنده طاقة قد ايه وعنده باور قد ايه طبعا هو جينيا يا ربنا منديله الهبة دي احنا بقى عايزين نفكر ان ده يكون موتيفيشن او تحفيز لكل الرياضين اللي عندنا اتمنى تكون الحلقة دي من سلسلة حلقات هاشتاج اسأل الدكتر تكون عجبتكو ونلتقي قريبا في حلقة جديدة باذن الله شكرا